وللمزيد من المتابعة ورصد هذه التظاهرات معنا من بغداد مرسلنا حيدر الأسدي حيدر مرحبا بك معنا إذن بداية ما الذي يصلك عن هذه التظاهرات عن حجمها عن أبرز المطالب المرفوعة فيها خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع مأزق سياسي وانسداد سياسي يعزز انحدار الثقة وانعدام الثقة ما بين الشارع العراقي وهذه الطبقة السياسية يعني أبرز مطالب المتظاهرين اليوم في الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين هي إسقاط النظام، إزاحة الطبقة الحاكمة، رفض الأحزاب وعدم السماح لها بالمشاركة في العملية السياسية ورفض تشكيل حكومة تقوم على أساس المحاصصة الطائفية ومن ذات الأحزاب التي خرج المتظاهرون عام 2019 مطالبين بإزاحتهم 19 شخصا أصيبوا من ضباط الأمن والمنتسبين التابعين لقوات مكافحة الشغب خلال الساعات القليلة الماضية عندما حاول المتظاهرون اجتياز الحاجز الأمني عند جسر الجمهورية أيضا عدد آخر أكثر من 13 مصابا من المتظاهرين أيضا أصيبوا في أحداث اليوم ولكن التظاهرات حجمها لا يزال ذات الحجم من ناحية الأعداد منذ صباح الصباح وحتى الساعة التي نتحدث فيها هذه التظاهرات غير مدعومة من الأحزاب أو التيارات وبالتالي شباب تشرين الذين خرجوا اليوم هم خرجوا بشكل عفوي خرجوا تذكيرا بانتفاضتهم التي حدثت عام 2019 وبالتالي هم لا يجدون المساندة من قبل الأحزاب أو التيارات وبالتالي تكون تظاهراتهم معتمدة على الدعم الشخصي والتطوعي تظاهرات اليوم هي تختلف كثيرا عن تظاهرات التي شهدناها سواء كانت الإطار التنسيقي أو التيار غير مدعومة لوجستيا وبالتالي هي تظاهرات امتداد وتذكير بانتفاضة عام 2019 حيدر عن الأوضاع الأمنية بالتزامن مع هذه التظاهرات لأنه كان هناك رصد لعدد من المناطق الأمنية إغلاقها ربما تحدثت عن حاجز الجمهورية أو جسر الجمهورية عن منطقة الخضراء محاولات عدد من المتظاهرين الدخول لهذه المناطق كيف تستقرأ هذا المشهد من الجانب الأمني؟ من الجانب الأمني الاحترازات الأمنية والمتبعة والخطة الأمنية المتبعة هي أكبر بكثير من حجم أعداد المتظاهرين الذين يتواجدون سواء في ساحة التحرير أو في ساحة النسور جسر الجمهورية مغلق بالكامل جسر السنك أيضا مغلق بالكامل بعض المناطق في بغداد تسير بن سيابية طبيعية ولكن قرب مقتربات المنطقة الخضراء هناك بعض التجديد الأمني وخصوصا في الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير طيب هل هناك أي نوايا بالنسبة للاعتصام بالنسبة لهؤلاء المتظاهرين أنت أشرت إلى أنه ليس هناك أي طبع سياسي أو دعم سياسي لهم بطبع عفوي أين تتركز هذه المظاهرات أيضا حيدر حسب ما يصل كم المعلومات نوايا المتظاهرين هي الاستمرار بالانتفاضة إلى حين تحقيق أهدافها ولكن على أرض الواقع لا يوجد لديهم الدعم الكافي الذي يمكنهم من استمرار هذه التظاهرات أو إدامة زخمها لا نتوقع بحسب ما رأيناه قبل قليل أن يكون هناك اعتصام كما حصل في عام 2019 لأن كما قلت هذه التظاهرات هي لا تمتلك الدعم المطلوب لاستمرار زخمها نعم شكرا جزيلا لك من بغداد مرسلنا حيدر الأسادي